هذا ورحبت حركة حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف اطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من القطاع أكدت الحركة في بيان أنها على استعدادها للتعاون مع الوسطى للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة كما أشار البيان أن الحركة مستمرة في نضالها مع كل أبناء الشعب الفلسطيني لإنجاز حقوقه الوطنية في مقدمتها ذحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة عاصمة القدس وحق العودة وتقرير المصير